بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما هي الألفات السبعة؟ هل تختلف عن الألفات الأخرى في القرآن؟ بمعنى هل لها قراءة مختلفة؟ هل لها علامة تتميز بها عن غيرها من الألفات؟ الألفات السبعة درس اليوم الألفات السبعة هي سبع ألفات في سبع كلمات تنتهي هذه الكلمات بألف ولكن هذا الألف يختلف عن أي ألف إن وقفنا على الكلمة يثبت ويقرأ وإن وصلنا الكلمة بالكلام التالي يسقط ولا يقرأ وبالتالي لا يسري عليه أحكام التجويد كالمد الطبيعي أو المنفصل طيب كيف أميز هذا الألف عن غيره من الألفات؟ لابد أن يميز هذا الألف بعلامة بما أنه مختلف عن الألفات الأخرى إذن لابد أن يميز عن غيره من الألفات بالفعل ميز علماء الضبط هذا الألف بعلامة ترسم أعلاه هذه العلامة هي دائرة بيضاوية تختلف هذه الدائرة البيضاوية عن الدائرة المستديرة المستديرة تعني أن الحرف لا يقرأ أبدا لا وقفا ولا وصلا أما الدائرة البيضاوية تعني أن الألف يثبت وقفا ويسقط وصلا وهذا لا يأتي إلا مع الألف فقط أما الدائرة المستديرة توضع على الألف أو الوا أو الياء كما ذكرناها في الدروس السابقة إذن هذه الألفات يرسم عليها دائرة بيضاوية وتعني أن هذا الألف يثبت وقفا ويسقط وصلا طيب ما هي الكلمات السبعة؟ الكلمة الأولى كلمة أنا في كل المواضع في القرآن يرسم على الألف دائرة بيضاوية إلا إن أتى بعده حرف ساكن سنوضح هذا الكلام في الشرح بعد قليل الكلمة الثانية كلمة لكنّا الآية الثامنة والثلاثين من سورة الكهف وهذا الموضع فقط هو مع الألفات السبعة أما باقي المواضع في القرآن ليست مع الألفات السبعة سنوضح هذا الكلام بعد قليل طيب الكلمة الثالثة كلمة الظنونة في الآية العاشرة من سورة الأحزاب الكلمة الرابعة الرسولة الآية السادسة والستين من سورة الأحزاب الكلمة الخامسة السبيلة الآية السابعة والستين من نفس السورة سورة الأحزاب الكلمة السادسة كلمة سلاسلة في الآية الرابعة من سورة الإنسان وهذه الكلمة فيها تفصيل والكلمة السابعة والأخيرة كلمة قواريرا في الآية الخامسة عشرة من سورة الإنسان كذلك هذه الكلمة فيها تفصيل والآن نتحدث عن كل كلمة بالتفصيل الكلمة الأولى كلمة أنا في كل المواضع في القرآن يرسم على الألف دائرة بيضاوية وهي الرمز الدال على الألفات السبعة إذن هذا الألف يسقط وصلا ويثبت وقفا وعلى سبيل المثال هذه الآية قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين وأنا أول لم نقل وأنا أول ولكن وأنا أول وكأن الكلمة تنتهي بنون مفتوحة يليها الهمزة إذن هو وصلا غير موجود ولو كان هذا الألف ثابتا لرسم عليه رمز المد الطويل كالمد المنفصل فتقرأ هكذا عند الوصل وأنا أول وأنا أول المؤمنين وأنا أول المؤمنين ولكن إن وقفنا على الكلمة فهو يثبت وله مقدار المد الطبيعي حركتين وأنا وأنا قال سبحانك تبت إليك وأنا وإن عدنا من البداية وقرأنا ووصلنا يسقط هذا الألف وأنا أول المؤمنين إذن هذا الألف عند الوصل سيسقط وبالتالي فقد المد الطبيعي إن التقى بمتحرك وكذلك فقد المد الطويل إن التقى بهمزة وذلك لأنه أصلا عند الوصل سيسقط وصلا غير موجود ونقرأ من الحرف السابق له إلى الحرف التالي له مباشرة وأنا أول لكن إن وقفنا هو ثابت وأنا ولكن أحيانا لا يرسم على الألف في كلمة أنا رمز الدائرة البيضاوية وذلك في حالة واحدة فقط إن التقى بساكن عند الوصل كهذا المثال أنا الغفور عند الوصل تسقط همزة الوصل والألف حرف مد يعني ساكن والتقى هنا عند الوصل باللام القمرية الساكنة فحتى لو كان هذا الألف ثابتا لحذف عند الوصل للتخلص من التقاء الساكنين فنقول أنا الغفور أنا الغفور إذن الألف في كلمة أنا في هذا الموضع عند الوصل هو محذوف محذوف وبناء على هذا الكلام لا داعي لرسم الرمز الرمز يرسم خشة أن يثبت هذا الألف عند الوصل والمتعارف في ضبط المصحف الرمز الضروري يرسم أما إن كان لا داعي له فلا يرسم حتى لا نشتت القارئ كالألف الخنجرية في اسم الجلالة الله لا ترسم أبدا ولكنها ثابتة عند الوصل ما الطبيعي وعند الوقف ما الدعارد للسكون لم ترسم لماذا؟ لأنها معروفة حتى الكفار يقولون الله لا يقولون الله لذلك لم ترسم الألف الخنجرية لا داعي لها أما المواضع المتوقع أن يرد فيها الخطأ يرسم عليها رموز معينة ترشد القارئ لكيفية التلاوة الرمز رسم على الألف إن جاء بعده متحرك لأنه يرد أن نقول وأنا أول بل البعض يقوم بمد الألف على أنه مد منفصل ويقولون وأنا أول هذا وارد أما هنا يستحيل أن يثبت هذا الألف عند الوصل هذا بالطبع والسليقة وكلمة أنا لم يرسم على الألف دائرة بيضوية في أربعة مواضع فقط هذا واحد منها أنا الغفور وكذلك أنا الله وكذلك وأنا التواب وكذلك أنا النذير وأكرر التنبيه أن الألف رغم أنه لم يرسم عليه الرمز ولكنه بنفس الحالة وصلا يسقط ووقفا يثبت إذن الألف في كلمة أنا في كل المواضع في القرآن في التلاوة يسقط عند الوصل ويثبت عند الوقف بغض النظر رسم على الألف الدائرة البيضوية أم لم ترسم إذن يقرأ هذا الموضع عند الوقف وعند الوصل هكذا نبئ عبادي أني أنا أنا نقف بالألف بالمد الطبيعي بمقدار حركتين ولكن عند الوصل سيسقط نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم الكلمة الثانية كلمة لكن في الآية الثامنة والثلاثين من سورة الكهف كما نرى الألف عليه دائرة بيضوية وهذا يعني أن هذا الألف من الألفات السبعة التي تسقط عند الوصل وتثبت عند الوقف فتقرأ عند الوصل وكأن الكلمة تنتهي بنون مشددة الألف لا يقرأ أبدا يسقط ويحذف هذا الألف وصلا هو محذوف ونقرأ من النون المشددة طبعا مع الغنة بمقدار حركتين إلى الهاء مباشرة لكنّا هو الله وليست لكنّا هو ولكنّا هو الله ولكن لو وقفنا على الكلمة لا تظنوا أننا سنقف على النون المشددة هذه ولكن سنقف على الألف الألف عند الوقف ثابت لكنّا لكنّا الألف له المد الطبيعي بمقدار حركتين إذن هذا الألف من الألفات السبعة التي تسقط عند الوصل لكنّا هو الله لم يقرأ عند الوصل ولكنّا هو ثابت ومقرؤ عند الوقف لكنّا لكنّا ويليها الألف بمقدار المد الطبيعي وهنا ملاحظة مهمة كلمة لكنّا بالألف أتت في القرآن أربع مرات في أربعة مواضع هذا هو الأول لكنّا هو الله ربي والموضع الثاني في الآية السابعة والثمانين من سورة طه في قوله تعالى ولكنّا حملنا أوزارا والثالث والرابع في الآية الخامسة والأربعين من سورة القصص في قوله تعالى ولكنّا أنشأنا قرونا وفي آخر الآية ولكنّا كنا مرسلين فهل هذه الأربعة مواضع الألف فيها من الألفات السبعة؟ بمعنى أنّ الألف يسقط عند الوصل ويثبت عند الوقف وهل يُسم على الألف في الأربعة مواضع الدائرة البيضوية؟ طبعا لا هذا هو الموضع الوحيد أما الثلاثة الأخرى فكأيّ ألف تثبت عند الوقف وتثبت عند الوصل وتغضع لأحكام التجويد فإن وقفنا فيها الألف ثابت وإن وصلناها الألف ثابت ولكنّا الألف ثابت عند الوقف ولكنّا حملنا كذلك هو ثابت عند الوصل ونقول ولكنّا أنشأنا الألف ثابت عند الوصل وخضع للمد المنفصل كأي ألف؟ كأي ألف إذن كلمة لكنّا في هذا الموضع فقط في الآية الثامنة والثلاثين من سورة الكهف الألف فيها من الألفات السبعة فبعض العلماء قالوا أن هذه الكلمة أصلا مكونة من كلمة لكنّا وحذفت الهمزة للتخفيف وأضغمت النون في النون فأصبحت لكنّا والألف في كلمة أنا كما نعلم هو من الألفات السبعة يسقط عند الوصل ويثبت عند الوقف فخضعت كلمة لكنّا في هذا الموضع لكلمة أنا أما باقي المواضع في كلمة لكنّا فليست كذلك إذن احذروا وانتبهوا كلمة لكنّا فقط في سورة الكهف هي التي من الألفات السبعة إن وقفنا الألف ثابت لكنّا وإن وصلنا الألف يسقط لكنّا هو الله ربي لكنّا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا إذن هذه الكلمة الثانية والكلمة الثالثة كلمة الظنون في الآية العاشرة من سورة الأحزاب كما نرى الألف عليه دائرة بيضاوية كالمرسومة على كلمة أنا أو كلمة لكنّا في سورة الكهف وهي تعني أنّا الألف يسقط وصلا ويثبت وقفا إذن إن وصلنا هذه الآية بالآية التالية الألف يسقط تقرأ الكلمة عند الوصل وكأنّها تنتهي بنون مفتوحة أما وقفا فهو يثبت بمقدار المد الطبيعي حركتين الظنون كأي ألف وتظنون بالله الظنون هذا وقفا على رأس الآية أما وصلا يسقط كما ذكرنا إذن سنقرأ عند الوقف وعند الوصل وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون وعند الوصل وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وفي الآية السادسة والستين في قوله تعالى وأطعنا الرسول والسابع والستين في قوله تعالى فأضلون السبيلا كما نرى الألف عليه دائرة بيضاوية كما نعلم أن هذه العلامة تعني أن هذا الألف يسقط وصلا ويثبت وقفا فوصلا كأن الكلمة لا تنتهي بألف وكأن الكلمة تنتهي بلا مفتوحة ثم الكلمة التالية مباشرة في الموضعين فنقول وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا وهنا فأضلون السبيل ربنا فأضلون السبيل ربنا الألف سقط عند الوصل أما وقفا يثبت الألف بمقدار المد الطبيعي حرقتين وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ لا بمقدار الألف الطبيعي وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وهنا فأضلون السبيل فأضلون السبيل إذن سأقرأ الآيتين معا وانتبهوا عند الوقف وعند الوصل يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ يقولون يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وننتقل لسورة الإنسان وفي الآية الرابعة في قوله تعالى إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا كلمة سلاسلة ألفها أصلا من الألفات السبعة التي تسقط عند الوصل فتقرأ سلاسلة وأغلالا كأنها لا مفتوحة وفقط أما وقفا فهو يثبت كما هو معتاد في الألفات السبعة أو يسقط كما هو معتاد في الألفات المرسم عليها دائرة مستديرة لذلك رسم على الألف هنا دائرة مستديرة ولم يرسم عليها دائرة بيضاوية فيقرأ عند الوقف هكذا سلاسلة بإثبات الألف ما الطبيعي حركتين سلاسلة إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا بالألف بالمد الطبيعي أو بحذف الألف فنقف على اللام بالسكون سلاسل إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ إذن الألف في هذه الكلمة من الألفات السبعة التي تسقط عند الوصل وتثبت عند الوقف مع إضافة خاصة لهذه الكلمة وهو حذف الألف عند الوقف والآن سأقرأ بالثلاث حالات أولا بالوقف ثم بالوصل إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا في الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة كلمة قواريرا أتت في هذه الآية وفي هذه الآية هنا في الآخر وهنا في الأول إذن كيف تقرأ كل كلمة عند الوقف وعند الوصل طبعا كلمة قواريرا الموضع الأول أليفها من الألفات السبعة التي تسقط وصلا وتثبت وقفا أما الموضع الثاني الألف فيها لن يقرأ أبدا لا وقفا ولا وصلا طيب عند الوصل بين الآية الأولى والثانية هذا الألف وصلا يسقط وكأن الكلمة تنتهي براء مفتوحة قواريرا قواريرا أما وقفا الألف يثبت وله المد الطبيعي بمقدار حركتين قواريرا قواريرا أما الكلمة الثانية الألف فيها كما قلنا لن يقرأ أبدا إذن عند الوصل هي راء مفتوحة قواريرا من فضة وعند الوقف هي راء ساكنة من أجل الوقف قوارير قوارير طبعا هنا ننتبه لأحكام الراءات عند الوصل وعند الوقف ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا وأكواب كانت قواريرا قوارير قواريرا من فضة قدروها تقديرا إذن باختصار الألفات السبعة هي سبع كلمات تنتهي بألف هذا الألف يثبت وقفا ويسقط وصلا الكلمة الأولى كلمة أنا في كل المواضع في القرآن سواء رسم على الألف الرمز أم لم يرسم وسواء أتى بعده ساكن أم متحرك وسواء أتى بعده همزة أم حرف آخر الكلمة الثانية كلمة لكن الموضع الذي أتى في سورة الكهف وفقط في الآية الثامنة والثلاثين أما باقي المواضع في القرآن فليست مع الألفات السبعة الكلمة الثالثة الظنون والرابعة الرسولة والخامسة السبيلة أما الكلمة السادسة سلاسل فوصلا الألف يسقط أما وقفا فالألف يثبت أو يحذف إذن لها في الوقف وجهان إثبات الألف أو حذف الألف سلاسل أو سلاسلا هذا وقفا لذلك رسم على الألف في هذه الكلمة الدائرة المستديرة وليست الدائرة البيضوية ولكن هذا الألف طبعا من الألفات السبعة نفس حكم الألفات السبعة ولكن يضاف إليه حذف الألف عند الوقف والكلمة السابعة والأخيرة كلمة قوارير الموضع الأول من سورة الإنسان في الآية الخامسة عشرة أما الموضع الثاني في الآية السادسة عشرة فليست مع الألفات السبعة بهذا نكون وصلنا لختام درس اليوم أسأل الله عز وجل أن تستفيدوا من هذا الشرح وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بالقرآن وأن يرزقنا الإتقان في تلاوة القرآن كما أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقصان وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته